بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خوتي اخوتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة كويزين او مرازان وصفة اليوم هي بيتزا بيتزا اللي كتجي اكتر من رائعة وكتوجد في اخر لحظة واهم حاجة كتجي ابنينة بالسف وزوينا بالسف البنات نتمنى تجربوها رائعة صراحة بقوا معايا باش نشوفو ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير ديال هاد البيتزا رائعة بسم الله بالنسبة للمقادير عندي كاس ونس ديال دقيق الفورس نس كاس ديال سميدة رقيقة المدافي حسب الخالط عندي شوية ديال زعتر محكوك وشوية ديال بودرة ثم خلط بودرة البصل عندي معلقة صغيرة ديال خميرة حبيبات معلقة صغيرة ديال سكر سندة وعندي الملح حسب الطوق وجوج معلقة ديال زيت نضيف ديال مايونيز حتي تهشش لنا العجين وممكن تعاوضها بالفينو ولكن تجهز لنا بسميدة رقيقة ضفت هنا سكر والخميرة حبيبات ضفتهم على جنب والجنب الأخر غنحط فيه الملح عمرنا ما كنحطه الملح مع الخميرة ديال العجين وغادي نضيف ديال معلقة ديال مايونيز حتي تهشش لنا العجين وممكن الاستغناء عليها هنا غادي نضيف جوج معلقة ديال زيت العود وغادي نحاول نخلط العناصر ديالي برؤوس الأصابع فقط غادي نبدأ نضيف الماء دافي ما تضيفوش مرة لبنت شوية بشوية كيف درت أنا غير بالتدريج يكون دافي ونخلط برؤوس الأصابع فقط أحسن حاجة في هاد في هاد البيتزا ممكن تضلكش بصفة نهائية هانتو ممكن تشوفو لبنت كيمية ديال لما يعني كانت عمد نوريكم في الصورة باش تشوفوش حد استعملت ره ما كان دلكوهاش فقط برؤوس الأصابع كان جمعو العجين ديالنا غيها كاك حتى نحصلو على واحد العجين رخو وكيبقى كيل السقف ليدين كيف ما شفتوه صافي أخواتي هنا كنحاول نجمع ديك العجين ديالي ره ما كان دلكش بصفة نهائية رغي كيبقى لكم هانتو مشتوون نيك تشوفو العجين كيبقى لكم قاعمة مدلكش صافي غناخذ واحد الاناء دهنتو بشوية ديالزيت وغننحط فيه العجين ديالي باش ميه باش ميه تلسق ليه غنخليه خمر غندهنو من الفوق كذلك بعدها بالزيت باش ميه تسقليش في البلاستيك باش غنغطيه قطرات قليلة من زيت فقط قطرات قليلة كمية العجين قليلة قطرات قليلة بيزا عائلية الثمانية ديالتروفة غنغطيه ببلاستيك غدائي ونجد له واحد المنيدل ونخليه يخمر واحد تولوت ساعة بالنسبة للعناصر ديالتزين عندي هنا لاصوستومات جاهزة عندي شامبينيون زيتون اخضر مقطع علبة كبيرة ديالتون فلفل احمره حاره قد تبقى اختيارية عندي جبل الموزاريلا والجبل الاحمر محكوك وزيتون الاسود للتزين كدلك بسم الله بعد ما خمرت العجين ديالنا غادي نحاول ننزلها ونخرج منها ديك الهواء حيث لنفتح اللقطع تخليوها غير ربع ساعة تخمر ولا بغيتوها في الصبح تتحتاجها في العشية او في 12 او لوقت ما كنتو أغديرها انا اخذت غير المقلة الثقيلة المقلة الحرشة ورشيتها بشوية دي اسمي ده رقيقة وطلقت العجينة دي رقيقة بزاف ممكن هاد الخطوة ديروها بذلك انا درتها غير بليد وتكون رقيقة بزافة البنات كيف موردكم ده في الصورة هنا اخواتي غنجيل دك الجواني بغنقنضات برؤوس الأصابع فقط كيف كيبن جيمة جواني بغنقبن اعطيها برؤوس الأحفيرات والغسط دي البيتزا اغنطقبهم جيد بالفوغشيت باش ما تنفخش لنا يعني و تبقىها رقيقة سافي اخواتي هنا اغنر شوية دي الجوب المونزاريلا يعطيه ديك التعليكة نضيف جبل الأحمر نضيف جبل الأحمر نضيف جبل الأحمر نضيف جبل الأحمر نضيف طن نضيف جبل الأحمر نضيف الزيتون نضيف الزيتون سعروا لنزيف الزيتون نضيف الزيتون شامبيتي نضيف الزيتون نضيف الزيتون الزيتون حمراء اللي حارة عفوا ممكن تضيفو خضراء ممكن تضيفوها بالالوان بابريكا الكبيرة بالالوان تزين كيبقى اختياري والحوشوة دائما كتبقى اختيارية وهناك نرش باقي ديال المدزاريلا والفروماج الاحمر المحكوب وغنزين بانصاف ديال الزيتون اسود كيف ما ممكن تعاوضو الطون بقطع ديال الجاج مشحر او الكفتا تكون متمبلة ومشحرة او لا ماشي ضروري الكفتا مشي ضروري تكون مشحرة حيض غياكات طيب اللي حبيت والبنت صافي اهنا ساليت البيتزا ديالي والحوشوة ديالها صافي غندخلها في الول كنتير الفورن على ميتين دراجا البيتزا كتبغي الفورن ساخين جدا العافية من الفوق من التحت حتى طابط هكذا وتحمرات اللي كلها ممكن اخوتي فاش تخرجوها تعاودو ترشوها بالفرماج وتردوها الفرار مطفي غريدو بيزيدي الدبع لها ديال الفرماج وصافي انا كتافيت بذيك الكمية اللي درت كمية يعني وفيرة من الفرماج فاكتافيت غيب ذيك الكمية هديك ومنين تخرجوها اخواتي حاولو تدهنوها بالقليل جدا من زيت العود صافي كي يكون البنات هذا هو الشكل ديالها اشتير البنات تريل واحد درجة ما تصورهاش يعني خفيفة وزوينة كنتمنى تجربوا هاد الوصفة هي اقتصادية وكتوجد في اخر والنتيجة رائعة جدا يعني لأي اخت عندها مشكلة في البيتزا تجرب هاد الوصفة وترد عليها في التعاليق ويلا عجبتكم هاد الوصفة ما تخرجوش قبل ما تديروا لايك وتخليوا لي تعليق زوين ما تنسوش لايك البنات حيط كنشوف مزاف اللي البنات كيتفرجوك ينسو لايكات عندما اخواتي كتجي اكتر من رائعة كنتمنى كنتمنى تجربوها وتردو عليها ويلا عجبكم هاد الفيديو بارتاجيوه مع الاهل والاحباب وفي مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسو اللي كيشوف القناة اول مرة ما ينساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس لايك وتخليوا لي تعليق زوين بحالكم وشكرا لكم بساف بساف اخواتي واللي جربت الوصفة لبنات ما تنساش تخلي لي رأيها في التعليقات و الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وانضرب لكم موعد في فيديو اخر باذن الله تعالى الى بقال عمر طويل مع السلامة تلعوا لي فراسكم و الى اللقاء